وعلم فرائد أي علم المواريث وهذا العلم هو العلم الذي تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه تنظيمه وتحديده وقال في أول الآيات يوصيكم الله وفي آخر الآيات قال والله عليم حكيم إذن هذا يفيد أن كل ما جاء من توزيع على الأصحاب الحق في هذه التركة هو من عند الله سبحانه وتعالى وتدور التوزيع في أصحاب الفروض والأقارب والذوي الأرحام فالله سبحانه وتعالى جعل أنصباء لأصحاب الفروض يدور ما بينه الثمن النصف الربعة يعني البعض حيرث الثمن والبعض حيرث الربعة والبعض حيرث النصف إذن هذا التقسيم يجعلنا ننبه على أصحاب التركة قبل موتهم أن لا يتعجلوا ويستعجلوا في توزيع التركة في حياتهم بل إن الأصل أن التوزيع أثناء الحياة لا يسمى مراث لأن المراث تعريفه أن يخلف شخص آخر فيما تركه من أموال وحقوق مالية خلافة واحد تولى ورحن عند الله سبحانه وتعالى حينما أذن الله بذلك وواحد بيخلفه فيما تركه من أموال أو حقوق مالية وزي ما قلت مبارح أن هناك أركان للمراث وأسباب للمراث وموانع للمراث وشروط للمراث يعني إحنا كده ما نيجي نوزع ما نفتكرش بقى إن المراث ده إن إحنا هنجتمع كده في غرفة ونجيب محامي معانا ونشوف بقى ونوزع وندي كل واحد حقه لا لازم نشوف الأركان بتاعة المراث موجودة ولا لا ولازم نشوف الأسباب متحققة ولا لا ولازم نشوف الشروط موجودة ولا لا ولازم نتأكد من أنه لا يوجد موانع تمنع وصول هذا النصيب إلى صاحبه